عبثاً يحاول بشار الأسد تجميل صورته في بلاد كان هو نفسه المسؤول عن دمارها مدونون وصناع محتوى وكتاب بدأ النظام السوري باستقدامهم في وقت باتت العودة حلماً أو ضرباً من الخيال عند ملايين السوريين المشردين في بقاع العالم غير مبالين بما جرى يلتقط هؤلاء صوراً لمواقع الدمار في حلبا وحمص ودمشق جرت فيها بالفعل عملية إبادة وتهجير جماعية في هذا المقطع تتحدث مدودة السفر الإيرلندية جانيت نينو نيهام بحماس عن زيارتها لبابتوما في دمشق لكنها ربما تعلم أو لا تعلم أنه بالقرب منها أحد مقرات فرع المخابرات الجوية والذي وصف كأحد أبرز أماكن التعذيب الوحشية الرئيسية في سوريا صحيفة واشنطن بوست في تقرير لها قالت إنه في نفس الوقت الذي كانت فيه جانيت تزور حلبا ودمشق في تشرين الثاني الماضي قتل خمسة أشخاص من عائلة واحدة بينهم أطفال في غرة جوية روسية على إدلب لكن أحدا من مشتركي قناتها لم يعلم بأن حرب النظام السوري على المدنيين لا تزال مستمرة وتشير الصحيفة الأمريكية بأن صناع المحتوى يدخلون سوريا بتأشيرات من وكالات سياحية مرتبطة بالنظام ويتلقون أموالا طائلة لتبدو سوريا غير ذلك البلد الذي هجر نصف سكانه ويعيش النصف الآخر في ظل دولة بوليسية وحشية أمام هذه الزيارات يعود الجدل مرة أخرى عن فصل السياسة عن الفن أو الرياضة أو السياحة والأدب وغيرها من المجالات لكن أسرار النظام السوري على استخدام هؤلاء وآخرين لتلميع صورته يؤكد بما لا يقبل الشك أن ما يجري اختبار حقيقي للإنسانية تلك التي أراد الأسد وحلفائه روسيا وإيران قتلها ثم ترويجها كمحتوى مؤثر